يعني الأخ حيدر كثيراً ما يتحدث عن حكومة سيد الكاظمي وتقصيرها وأنا أعيد السؤال اللي كررت للمرة الألف هو مون نجاوبي سيد الكاظمي مون نصوت له مون نشترك بحكومته نعيد التاريخ تريد أجاوبي نحن عند أحكي عن الحرب العالمية تريد أجاوبي أخي شدان خليه كميره بعدين جاوبي إيه بعدين أجاوبي لا لا أجاوبي نجاوبي بوقتك جاوبي بوقتك سيد حيدر يلا تفضل فضل أنتم مو تريدوها كبار تريدوها صغار تريدون يجيبون السيد الكاظمي وتفرضوه باتفاق سياسي لا مشارك بالانتخابات لا عنده خبرة لا مدري إيش لحسابات خاصة وبعدين تظلون تقولون الكاظمي مرتباطة بأميركان وبالإمارات ومن ها السؤال في هذه أنتم من للبداية بكتش كامل للعملية السياسية كلكم مشتركين بيها اليوم الشباب العراقي اللي يمثل 65% من الشعب العراقي وصل مرحلة يبيع أعضاء من جسده ويتحدثون بها بشكل مباشر مسؤولية الدولة هذه استثمار استثمار الوضع الاقتصادي السيء للناس وتجيشهم بهذه الطريقة وإحنا لازم نحارب الأمريكان يا سيد حيدر جاءت العملية السياسية بالدبابة الأمريكية وقعدتوا معا كل المسؤولين الأمريكان وقادت قادت الإطار التنسيقي التقوا بالأمريكان واجتماعوا بالأمريكان ومنسقين مع الأمريكان يعني تختلفون على قضية مصالح تصير أمريكا محتلة تتفقون ويصير نتائج كما تحبون تبقى أمريكا أمريكا محتلة وستفقى محتلة وقاتلة هذا مصحيح خليكم خليكم حسن ورا أنت مصحيح طيب طيب لماذا أقول لك الساد حيدر فدو أروح لك يعني ممن فضل فضل يعني لا أقاطع أحد ولا أقبل أحد يقاطع فلا تتريد مقاطع كل شوية أنا ترى ما نزع الماك يعني أولا كل الش أصدقائي ممن بالخلاف لا يبرا وغاندا نزع الماك لكن كل واحد ضمن وقته فضل عزيزي تفضل لا لا بدون 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 تعليق يعني وراح أقول لك قضية سيد حيدر أنا أنا أتحدث أنه إذا استقر الوضع بالعراق فأبنائي وأبنائك وأهلنا ومستقبل إحنا نحكي من باب حرص عراقي أقول ما يصير إحنا يومية بحال أنتم فرضتم الكاظم على العملية السياسية أنتم من أغلبية اليوم يطلع الكاظم متحمل ذني أنتم بالنهاية راح تحملون هذا الموضوع هذا واحد اثنين اليوم النفط صارت أسعارة عالية أكوفرة مالية بالعراق يجب التفكير بحلول لها علاقة بالشباب العراقي بالعالة العراقية بالمرأة العراقية حلوها ذني محاولات استثمار الوضع الاقتصادي لتجيش الشباب العراقي وزجهم بمعارك ليست من مصلحة العراق الآن ليس من الصحيح جعل الشباب العراقي جزء من محرقة لصراع أقليمي دولي هذا ما نؤكد عليه فقط بس أنا أقول بدل ما نفتح باب للتطوع ليش من سوي كتائب لمحاربة الفساد ليش من جيب كتائب نقول للشباب تعالوا هاي فرص عمل هذه هي الأولويات اليوم من واقع الاقتصادي العراقي الواقع الأمني العراقي الداخلي هاي الأولويات جيد أما صراع أميركي إيراني لازم أنا أجي أستثمر فقر الشاب العراقي واجيبه حتى أزجب هاي المعركة ما بيها مصلحة للعراق جيد لا الآن ولا مستقبل جيد جيد